موسيقى موسيقى هلا يا صيف اهلا بايامنا الجميلة لطويلة اللي ما فيها روتين مدرسي وما فيها قاعدة على المكاتب ويلا دق المنبه وراكم مدارس هذا الوقت الجميل اللي نقضي مع عيالنا تكلم فيه عن الكثير من الانشطة اللي نقدر نمارسها مع عيالنا ونتعرف على هواياتهم الكامنة اللي احنا ممكن ما نكون قد تعرفنا عليها اساسا اش رايكم اليوم نوجه اهتمامات عيالنا للمحافظة على البيئة اللي كلنا نعيش فيها نلاحظ ان هناك مشروع جميل جدا موجود في دولتنا الحبيبة الكويت وهو مشروع غير ربحي مشروع امنية ما هي هذه الامنية اللي تسمى المشروع باسمها مشروع امنية هو مشروع يهتم بالنفايات البلاستيكية وكيفية فرزها والمحافظة على نظافة البيئة اذا هنا انا لما اتكلم عن هذا الموضوع اتكلم عن الوعي العالي والثقافة اللي عندنا كاولياء امور وشلون نقدر انصب هذه الثقافة في اذهان عيالنا مشروع امنية في كل منطقة موجود لهم حاوية كبيرة تساعد ان احنا نجمع الاواني البلاستيكية في هذا المكان فقط القناني لا اي مادة بلاستيكية تقدر تحطها ولكن هناك تركيز اكبر على جمع القناني لما نحن نفكر كاولياء امور شلون ممكن اكون قريب من هذا المشروع هناك باركود موجود على كل حاوية ممكن تمسحب هادفك النقال ويدخلك على الابليكيشن اللي هو مختص في مشروع امنية هذا الابليكيشن شنو تستفيد منك ولي امر تستفيد ان انت تعرف مواقع الحاويات المنتشرة بلكويتس وش كثر كلمات استعملة ان انت راح تجمع نقاط وبنفس الوقت ترفع من ثقافتك كشخص كبير بالغ ومواطن موجود في هذه الدولة ان احنا هني قاعدين نتكلم عنك انت كولي امر وشلون ممكن تساهم بهذا المشروع قبل لا نتكلم ان احنا شلون نفيد في عيالنا لان دائما مهارات عيالنا تبدأ من احنا اولا كاولياء امور فلما اكون انا على قدر عالي من الثقافة نزلت هذا الابليكيشن سجلت فيه وبديت استوعب واجمع معلومات عن مساوة او الاضرار اللي مترتبة على البيئة جراء وجود هذه المخلفات البلاستيكية فانا كولي امر لما اجمع المعلومة الصحيحة من مصدرها واسجل بهذا الابليكيشن واكون عضو فعال فيه وابدأ امارس هذا النشاط انا كشخص كبير بالغ واعي تلقائيا ومع التكرار راح يكون جزء من حياتك الطبيعية لما تروح للتسوق راح تاخذ الكياس القماش وتبدأ تاخذ اغراضك فيها لانك تبت قلل عدد الاكياس لما انتي تكون مضطر تاخذ الاكياس من الجمعية التعاونية تحاول انك تجمع اغراضك باقل عدد من الاكياس حتى تساهم بتقليل النفايات البلاستيكية الموجودة وبهذه الممارسات الكبيرة اللي احنا قاعدين نسويها بشكل مستمر لما نتكون جزء من شخصيتنا ومن ايامنا الطبيعية تلقائيا هي راح تنتقل حق عيالنا تلقائيا طفلك راح يبدأ يستوعب انه لمن يطلع يشتري اغراض راح يقول لك بابا وين الجنطة الخام اللي انت تاخذها راح يبدأ يستوعب انه هو محتاج يقلل من النفايات البلاستيكية راح يبدأ يستوعب انه انت منزل الابليكيشن خصوصا لما انت يتكلم عنه تعال ماما شوف انا نزلت هذا الابليكيشن راح اسجل اسمنا فيه شوف شلون راح نجمع نقاط تدري ان احنا نقدر لو ساهمنا واستمرينا ان احنا نكون فعالين اكثر ومفيدين للبيئة تدري ان الله سبحانه وتعالى خلق هذه البيئة الجميلة اللي احنا نعيش فيها ومن واجبنا ان احنا نعرف شلون نحافظ عليها فهذه الطريقة اللي انا ممكن اقرب فيها المعلومة حق والدي ولكن بداية يجب ان اكون انا عندي الثقافة الكافية اللي احتوي فيها عيالي عشان اوصل لهم المعلومة لان الابناء عادة يكون عندهم الفضول الكثير وممكن يفاجئونك باسئلة انت ما عندك فيها جواب لذلك قلنا في بداية الحلقة ان انت اولا لازم تجمع المعلومات الكاملة الصحيحة من مصادر موثوقة باضرار النفايات البلاستيكية تتعرف على الابليكيشن والجوانب الموجودة فيه وطريقة التسجيل تعرف مواقع الحاويات وسبب انتشارها على كل المناطق الموجودة بالكويت وانه هي ايضا ادخلت الى المدارس كمسابقات وشنو كان الهدف منها لما تكون انت كولي امر واعي راح تقدر تنقل هذا الوعي تلقائيا لعيالك خلكم اقراب لا تبعدون فاصلوا رادين رجعنا معاكم ولازلنا مع مشروع امنية غير ربحي المشروع الجميل جدا اللي اهتموا فيه مجموعة من عيال الكويت وكانوا حريصين على تطويره وانتشاره على اكبر قدر مستطاع حتى يكون الوعي عندنا وعي مجتمعي وليس وعي افراد اليوم احنا لما نكلمكم كاولياء امور ونقول لكم نقلوا المعلومة كاملة حق عيالكم ليش لان عيالكم اهم اللي راح يكونون بخطة المستقبلية للكويت وهم اللي راح يشيلون البلد اذا كانوا واعين انك القنينة انت راح ترميها مع الوقت راح تتحلل وتتحول الى ذرات صغيرة بلاستيكية اللي هو المايكرو بلاستيك اللي ممكن لسمجة تاكله بالبحر وتموت هني راح يستوعب انه هو منه ومن نفسه ما يبي قط البلاستيك لما اني يكون طالعين ويشوف احد الاكياس المتطايرة اللي هو يسمى البلاستيك المتطاير متطايرة وتعلقت بشيره فلما اقول له شوف شلون هذا منع الهوى عن اوراق الشجر ومنعها انه يتكبر وتثمر وتعطينا الثمار مرة على مرة راح يبدأ الطفل يستوعب القيمة لما نروح الى الحدائق العامة لما نروح الى المرافق السياحية ونبدأ نتكلم عن نظافتها وعن جمالها لو تراكمت النفايات البلاستيكية ولانها ما تتحلل الا بعد سنوات طويلة وايد تلقائيا راح يكون هناك مرادم كثيرة بالكويت راح اتقل مراكز الاستمتاع اللي احنا نقدر نتنعم فيها في دولتنا لذلك لازم نكون حريصين انه يكون وعي عيالنا عالي والقناعات اللي عندهم داخل قلبهم انه هم فاهمين قيمة انه هو ما يقط لبلاستيك وانه هو محتاج لفرز البلاستيك لان احنا ايضا لما نكون انه احنا في دولة متحضرة بهذه الحضارة لابد يكون ابنائها هم على نفس المستوى العالي من الثقافة لابد انه احنا اللي نساهم في نظافة بلدنا في محافظة على بيئتنا وشلون ممكن تتأثر هذه البيئة جميل جدا لو كنا نطلع مع عيالنا في رحلات جميلة قصيرة نستوعب شلون وجود وتفرق هذه الحاويات في المناطق وسبب وجودها فيها لما نطلع مع ولدي وقول له شوف حاطين بهذه المنطقة تخيل لو كنا احنا كلنا قاعدين نجمع نقاط ومسجلين بالأبليكيشن منطقتنا رح يصعد اسمها فالفكرة انه نبدأ منه هو كفرد كشخص بعدين داخل البيت بعدين نطلع شوية بمنطقتنا بعدين شلون رح يكون اثرها على بلادنا كلها مشروع امنية من المشاريع المتميزة الغير ربحية الموجودة في دولتنا الحبيبة الكويت واللي احنا كلنا كأولياء امور لابد ان احنا ندعمها والدعم الاساسي يكون من خلال نقل هذه الافكار لعيالنا والجميل جدا لو خذيناه كنشاط منزلي كل واحد فينا نزل التطبيق وسجل اسمه ونشوف من اللي رح يقدر اكثر يجمع نقاط لا تنتظر المكافآت تيلك من برة لا تنتظر أبليكيشن المشروع وهو اللي كافئك انت ابدا من نفسك وانت اللي كافئ عيالك انت اللي لازم تبدأ شلون تعلم عيالك هذه الثقافة احنا لما نسافر للدول الثانية عادة نشوف في كل الاماكن هناك فرز للنفايات وحتى لما نرجع لكويت ونطلع للمجمعات التجارية نشوف هناك فرز للنفايات هذا مدخل حلو ان احنا نبدأ نوسع ثقافتنا ونعزز هذا المفهوم عند عيالنا نخليهم يستوعبون شفت شلون فارزين البلاستيك بروحة لان البلاستيك ما يتحلل وان تحلل بعد مئات السنين راح يتحول الى مايكرو بلاستيك يعني راح يظل الاثر موجود راح يظل هناك سمكة ممكن تموت منها هذه البيئة البحرية اللي احنا قاعدين نسبح فيها ونستمتع شلون ممكن تتأثر شلون ممكن يتأثر ويصير نفوق الاسماك ابحثنا عن احد الفيديوات على قنوات الانترنت المفتوحة واورينه فوق الاسماك والاسباب اللي خلت هناك نفوق شلون تكون عنده المعلومة جدا واضحة ليش عشان يكون هو قادر على نقل هذه المعلومة ومستوعبها وتلقائيا بصورة طبيعية قاعد يدعم هذا المشروع لانه اكيد احنا نتمنى وكلكم تتمنون ان هذا المشروع يستمر ويكبر علشان الكويت باذن الله رغم ان مساحتها صغيرة نبي نكون احنا عندنا المهارات وعند عيالنا اللي ينساها من تكون اكبر مساحات خالية من البلاستيك مستقبلا باذن الله لذلك جميعا يجب ان ندعم مشروع امنية نلاحظ ان هناك الكثير من الانشطة اللي نقدر نفعل فيها هذا النشاط وهو فرز النفايات شلون يكون من خلال الانشطة عائلية نسويها احنا مع عيالنا من البيت مقلنا نبي نبدأ ان احنا نجمع النقاط داخل البيت وتصير مسابقة نشوف كل واحد اش كثر جمع قناني البلاستيكية او المواد البلاستيكية الموجودة وحصل على نقاط اكبر نبدأ نخليه يكون سفير لامنية مننا احنا وفينا مو محتاجين احد من برا يدعم عيالنا احنا اللي لازم ندعمهم من البيت ونحافظ على نظافة البيئة بصورة افضل النفايات البلاستيكية لها من الخطر العالي صدقوني حتى جزء كبير من الجو الحار اللي احنا نضايق منه وجود البلاستيك بدرجة عالية وهذا قاعد يأثر علينا بالاحتباس الحراري هذه معلومة اخرى ممكن نعلمها عيالنا حتى توصلهم الفكرة بشكل اكبر شنو معنى الاحتباس الحراري شنو الاشياء اللي قاعدة تأثر وتخليه قريب منه وهي اللي قاعدة تخلي درجات الحرارة ترتفع بشكل اكبر تجدين كل عندنا معلومات كاملة عن هذا الموضوع تدعم مشروع امنية وتدعم ثقافة عيالنا تقدما بهم الى الافضل لذلك كلنا ايد بايد لازم ندعم مشروع امنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر